مرحبا بكم أعزائي الطلاب إلى درس جديد من دروس مادة العلوم الصف الخامس الابتدائي اليوم سنقوم بمراجعة الفصل السابع نماذج الطقس هذا الدرس يقدمه لكم الأستاذ بندر التركي سنقوم اليوم بمراجعة المحتوى العلبي الوارد في الفصل وسنقوم بحل الأسئلة الخاصة بالفصل كما سنطبق الطريقة العلمية وبعض مهارات حل الأسئلة إن هذا الفصل السابع نماذج الطقس يحتوي درسين الغلاف الجوي والطقس الغيوم والهطول وهي ما سوف نتحدث عنه اليوم إن شاء الله في البداية دعونا نراجع بعض المفردات العامة المهم معرفتها في هذا الدرس إن أهم المفردات الواردة في هذا الدرس هي الطقس وهو وصف طبقات الغلاف الجوي وما يحدث فيها خلال زمن محدد يوم أو شهر أو أكثر أو أقل أيضا من المهم معرفة الضغط الجوي إن الضغط الجوي أحد أدوات القياس المستخدمة لمعرفة الطقس وهو يؤثر فيه ويعرف علميا بأنه القوة الواقعة على مساحة محددة بفعل وزن الهواء فوقها أي أن وزن الهواء يؤثر على مساحة ما فهذا التأثير يعرف بضغط الهواء أو الضغط الجوي كما أنه من المهم المعرفة عن الرطوبة الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء كلما زادت كمية بخار الماء زادت الرطوبة وكلما قل بخار الماء فلت الرطوبة وهي أيضا أحد العوامل المؤثرة في الغلاف الجوي والطقس أيضا لا بد أن نتعلم عن الكتل الهوائية والجبهات الهوائية إن الكتلة الهوائية عبارة عن هواء بكمية كبيرة متجمع في منطقة وتتشابه خصائص هذا الهواء من حيث الحرارة والرطوبة والأمور القياسية الأخرى أما الجبهة الهوائية فهي المنطقة التي تلتقي فيها كتلتان هوائيتان مختلفتان كأن تلتقي كتلة باردة في كتلة ساخنة في هذا المكان يسمى الجبهة الهوائية خرائة الطقس هي خرائة تستخدم لكي تبين للمشاهد حالة الطقس في هذا المكان في فترة زمنية محددة هل هو بارد؟ هل هو دافئ؟ هل هو ممطر؟ هل هو مشمس؟ وأمور أخرى كثيرة يمكن أن تبينها خرائة الطقس يهمنا أيضا أن نعرف عن الإشعاع الشمسي إن الإشعاع الشمسي هو الطاقة الحرارية التي تصل من الشمس إلى الأرض وهذه الطاقة الحرارية تؤثر كثيرا في التقلبات وتغيرات الطقس أيضا نبدأ أن نعرف طبقة التروبوسفير إن غلاف الجو الأرضي مقسم إلى عدة طبقات أقرب طبقة إلى سطح الأرض أي الطبقة التي نتأثر بها مباشرة هي طبقة التروبوسفير وهي التي تحدث فيها التقلبات الطقس المختلفة يهمنا أيضا معرفة الرياح العالمية إن الرياح العالمية هي رياح معروفة للناس ومعروفة الاتجاه تهب مسافات بعيدة يمكن التنبؤ بها ويمكن معرفة اتجاهاتها ويمكن معرفة تأثيراتها وتستخدم في الملاحة سواء البحرية أو حتى الجوية فإن قطان الباخرة وكابتن الطائرة يحتاجون لمعرفة اتجاه هذه الرياح لحساب حركة المركبات التي يقودونها وأخيرا البارومتر البارومتر هو الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي والآن لنتحدث عن تأثير أشعة الشمس في الغلاف الجوي والطقس إن أشعة الشمس تطل على الكرة الأرضية بكامل محيطها ولأن الأرض كروية الشكل فإن توزيع أشعة الشمس على الأرض يكون مختلفا في منطقة عن منطقة أخرى فتتركز طاقة أشعة الشمس الحرارية على خط الاستواء سمي خط الاستواء بخط الاستواء لأن الشمس وأشعاتها تستوي وتتعامد على هذه المنطقة فبالتالي هذه المنطقة تكون الأكثر حرارة وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء شمالا وجنوبا كان تأثير حرارة الشمس وأشعة الشمس أقل وبالتالي سيختلف الطقس والمناخ الموجود في هذه الأماكن بسبب اختلاف الحرارة بالإضافة إلى عوامل أخرى سنذكرها إن شاء الله في درسنا اليوم الآن ننتقل إلى طبقات الغلاف الجوي إن الطبقات الغلاف الجوي المحيطة بكوكب الأرض هي خمس طبقات رئيسية طبقة التروبوسفير وهي أقرب الطبقات نحو سطح الأرض تليها طبقة الستراتوسفير ثم طبقة الميزوسفير ثم طبقة الثيرموسفير ثم طبقة الإكسوسفير ونلاحظ أن لكل طبقة من هذه الطبقات خصائص محددة فلها ارتفاع معين ودرجة حرارة معينة وبعض الخصائص الأخرى التي تميزها عن الطبقات المختلفة إن الطبقة التي تهمنا في هذه القائمة هي طبقة التروبوسفير لأنها هي الطبقة التي توجد فيها الغيوم والرياح وتقلبات الطقس الجوية المختلفة من حرارة وأمطار وبرد وثلج أينما تتلاشى هذه الظواهر كلما ابتعدنا نحو الطبقات الجو العليا أحد العوامل الأخر التي تؤثر في الغلاف الجوي والطقس هو الضغط الجوي إن الضغط الجوي نفسه يتأثر بعوامل مختلفة منها الحجم ودرجة الحرارة وارتفاع المكان والهواء وكمية بخار الماء الموجودة في المكان والآن لنتحدث عن الرياح العالمية والرياح المحلية كما ترون في هذه الصورة إن الرياح العالمية تتحرك في اتجاهات معروفة وتغطي مساحات شاسعة في سطح الأرض إن هذه الرياح هي المحرك الأول لتغيرات الطقس الموجودة على كوكب الأرض وكما ترون فهذه المنطقة باللون الأحمر هي منطقة خط الاستواء بينما المنطقة الظاهرة هنا باللون الأصفر هي المدارات الشهيرة مدار الجد ومدار السلطان وكلما اتعادنا إلى الأعلى كان تأثير الحرارة أقل حتى نصل إلى أعلى نقطة شمالا هي القطب المتجمد الشمالي وأن نقطة جنوبا هي القطب المتجمد الجنوبي إن حركة الرياح العالمية تؤثر في الغلاف الجوي والطقس كما أيضا لا ننسى الرياح المحلية إن لكل منطقة رياحا محلية خاصة بها تهب في مواسم معينة باتجاهات معينة وهذه الرياح لها تأثيرات على الطقس المحلي الموجودة في هذه المناطق هناك أجهزة كثيرة تستخدم في قياسات الطقس سنتحدث الآن عن اثنين منها سنتحدث عن الضغط الجوي وعن الرياح هذا أبسط شكل من أشكال أجهزة الضغط الجوي إنه عبارة عن خزان يحوي الزئبق في وسطه أنبوب يسمح للزئبق بالصعود إن الذي يحدث هو أن الهواء الجوي يضغط على سطح الزئبق في الخزان مما يجعله يندفع إلى داخل هذا الأنبوب فيرتفع إلى الأعلى وكلما زال الضغط الجوي ارتفع هذا السائل داخل الأنبوب إلى الأعلى وبالتالي يستطيع العلماء قياسة قراءة الضغط الجوي كما أن هناك أيضا جهاز للرياح فهو يحسب سرعة الرياح ويحسب اتجاهها أيضا والآن لننتقل إلى عنوان جديد الغيوم والهطول إن للغيوم أشكالا مختلفة يستطيع العلماء والدارسون المهتمون بمعرفتها تفصيل هذه الأشكال بعضها عن بعض لكننا سنتحدث عنها اليوم ببساطة إن الغيوم إما أن تكون غيوما ريشية أو أن تكون غيوما متوسطة ملخفضة هذه الغيوم المتوسطة الملخفضة قد تكون ركامية أو طبقية وكما نرى في هذه الصورة فقد قسمت الغيوم إلى الغيوم القريبة الملخفضة والغيوم المتوسطة الارتفاع والغيوم العالية البعيدة وكما نرى في الصورة فإن الغيوم الملخفضة هي التي يكثر فيها نزول المطر بينما الغيوم المتوسطة والبعيدة ينعدم فيها نزول المطر وبعد أن تحدثنا عن الغيوم دعونا نتحدث عن الهطول إن الهطول يقصد به الأمطار أو البرد الذي ينزل من الغيوم يترى ما الذي يحدد نوع هذا الهطول إن درجة الحرارة هي العامل الرئيسي الذي يحدد هذا الهطول إن القطيرات تكون متجمدة في السحو فإن كان الجو تحتها باردا كفاية نزلك ثلج إن كان الهواء باردا نوعا ما فقد ينزل على شكل حبيبات ثلجية وقد يكون جزء من الهواء دافئا فينزل لدينا المطر المتجمد أو البرد وقد يكون الهواء دافئا مقارنة بالمنطقة التي تتكون فيها الغيوم فينزل عندنا المطر السائل المتعارف عليه فبالتالي إن نوع الهطول يتأثر بدرجات الحرارة هناك أيضا أسباب أخرى تتحكم في نزول الأمطار من ضمنها الكتل والجبهات الهوائية فقد تلتقي كتلة هوائية دافئة مع كتلة هوائية باردة ولا تتقدم إحداهما نحو الأخرى هذه المنطقة تسمى الجبهة الساكنة بسبب أن الكتلة الهوائية لا تتقدم وبالتالي تشهد هذه المنطقة هطولا غزيرا للأمطار وقد يحدث أن تتقدم الجبهة الدافئة فوق الجبهة الباردة وقد يحدث أن تدفع الكتلة الهوائية الباردة الكتلة الهوائية الدافئة ومن العوامل الأخرى التي تؤثر أيضا في الطقس والغيوم والأمطار الضغط الجوي يوجد في المناطق عادة ضغط منخفض أو ضغط مرتفع إن الضغط المرتفع يسحب الهواء بلا داخله بينما الضغط المنخفض يطرد الهواء إلى الخارج كما تشاهدون في هذه الصورة وهذا الاختلاف يساهم في تحريك الرياح وقد يسبب نشوء العواصف هناك علامات عالمية متعارف عليها تستخدم في خرائط الطقس إن وجود النقاط يعني هطول الأمطار وعدد هذه النقاط يبين إن كانت الأمطار خفيفة متوسطة أو ثقيلة كما أن هناك أيضا الشكل المتعارف عليه لهطول الثلج والبرق والرعد بالإضافة إلى العديد من الأشكال التي تحدد أوجه مختلفة من أوجه الطقس مثل الضباب والجليديات والرياح والآن لنجب عن بعض أسئلة هذا الدرس يدرس العلماء الطقس في طبقات الجو السفلة لماذا يا ترى؟ أحسنتم لأن مظاهر الطقس من غيوم ورياح وأمطار تتركز في طبقات الجو السفلة وهي لا تتواجد في طبقات الجو العذية وماذا عن هذا السؤال؟ يتغير المناخ تدريجيا بالابتعاد عن خط الاستواء لماذا يا ترى؟ أحسنتم لأن أثر الحرارة الشمسي يتغير تدريجيا كلما ابتعدنا عن خط الاستواء هذا يعني أن الحرارة تختلف وتصبح أقل كلما ابتعدنا عن خط الاستواء ونزول درجة الحرارة هذا يؤثر ويجعل المناخ متغيرا ما العلاقة بين الضغط الجوي وحركة الرياح يا ترى؟ أحسنتم أحسنتم إن تغيرات الضغط تساهم في تحريك الرياح بالمنطقة إلى أخرى فالرياح تتحرك بين مناطق الضغط المرتفع ومناطق الضغط المرخفض يا ترى؟ ما الذي يحدد الأنواع المختلفة للهطول؟ ما الذي يحدده طول المطر السائل؟ هو المطر الجليدي؟ أو الثلج؟ سنتم إن درجة الحرارة المحيطة أثناء الهطول هي التي تحدد نوع هذا الهطول شكرا لكم وأتمنى أن ألقاكم في درس مقبل إن شاء الله مع السلامة